على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثلاثة وخمسين كان فيه ندوة مهمة بعنوان الإعلام والصحافة والهوية حضرها الكاتب الصحفي الأستاذ محمود مسلم عضو مجلس الشيوخ رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس والأستاذ ألبرت شفيق رئيس شبكة قنوات أون تي في وأدارت الندوة ده كمان بالإضافة لوجود دكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة وأدار الندوة زملتنا منا الشرقوي طبعاً دي كانت فرصة بحي الهيئة العامة للكتاب على مثل هذه الأدوات لأنها فرصة للتفاعل الحي مع الناس وطبعاً احنا فيه تفاعل على السوشيال أو غيرها من الأدوات لكن التفاعل الحي طبعاً أكيد بيبقى أفضل وزي ما تشايفت حضرتك من أسلت جمهور جمهور واعي جمهور ناقد جمهور ملمة بكل التفاصيل موضوع هووية طبعاً موضوع مهم لأنه هناك انفتاح في كل شيء كل الوقاصات اللاجئة الجديدة عندهم انفتاح وعندهم مصادر متعددة للحصول على المعلومات والأخبار وغيرها بالإضافة طبعاً لحملات التشكيك الهوية المصرية أصلها ما هيش هوية بسيطة دي هوية مؤصلة اهتمامنا من أول الأرض أماكننا سواء هوية جغرافية ثقفية دينية اجتماعية دي هوية ميكس مصري قوي لا يتأثر بأي رسالة وأعتقد أنه دورنا سواء كان إعلام جديد أو إعلام تقليدي أنه يؤكد هذه الهوية المصرية يؤكدها من خلال البرامج الثقافية من خلال أغانينا من خلال برامجنا الترفيهية من خلال حتى أبسط الشيء أكلتنا الهوية دي شيء مهم جداً ودور الإعلام عليه كمان مهم جداً أنه يركز على ده لأنه إبراز الهوية المصرية والتأكيد عليها شيء مهم جداً